السلام عليكم. اليوم سنأخذ الانفيرير ألفل بلوك وسنأخذ الانفيرير ألفل بلوك ولكن قبل أن نبدأ الفيديو، إذا أردت تابع المحتوى التي قدمه لا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب أو صفحتي في الفيسبوك دينتيتي لما نريد أن نشتغل على الأسنان وخاصة الأسنان البوستيرير البون الذي يلزم هذه الأسنان هو كومباكت بون على عكس الأسنان التي يكون البون بها سبونج بون سبونج بون تستطيع أن تسوي انفلترات إذا أقوم بعمل هذه الطريقة نفسها سيمنع أن الأنستيزيا يطب للسن و لا يجعلها تتخدر ما نفعل؟ المفوض أن نغذي هذه الأسنان قبل أن يدخل للبون نحن نخدرها وهذا هو باختصار من نيرف بلوك ما نفعل؟ قبل أن يدخل للبون نسوي له أنستيزيا وهو اسمه لأن كلمة معناها داخل البون ما نفعل؟ قبل أن يدخل نخدرها حتى يخدرنا الأسنان الانفلترات يخدر الأسنان من الوزدوم تيث اللي هو السن رقم 8 إلى عند السن رقم 1 طبعاً عندما يصل للسن رقم 5 سيتحول اسمه إلى انسايزي لكن هو جايوه الكورس أصلاً تمام نفس التكنيكة نحن نخدر الانفلترات الانفلترات لأن الانفلترات يخدر الانفلترات من الوزدوم لعند السن رقم 1 ويخدرنا ويخدرنا من الانفلترات يبقى لدينا مكان واحد اللي هو من عند الوزدوم اللي هو ثمانية والسبعة والستة اللي هو السن رقم 1 هذا يغذيهم نيرف اسمه اللونج باكال نيرف وهذا يحتاج شنو؟ يحتاج أن نحن نخدره وببحته تمام حسنا خذنا شوية اناتومي وعرفنا أن الانفلترات يغذي البون والبلب من ال8 لعند ال1 اللينجوال نيرف يغذي اللينجوال تيشيو من ال8 لعند ال1 وطبعا عندنا الانفلترات مثل ما ذكرتكم لما يصل للمنطقة المنطقة سينقسم إلى قسمين القسم الأول سيستمر بداخل البون ويسمى بالإنسايزف ويغذي البون والبلب مال من ال5 لعند ال1 البرانش الثاني سيطلع برا ويسمى بالمينتال نيرف المينتال نيرف هو عبارة عن نيرف يغذي صوف تيشيو فقط اللي هو صوف تيشيو من منطقة ال5 لعند منطقة ال1 ويغذي أيضا اللور لب بعد ما قرأنا الاناتومي دعونا نرى ما نفعل طبعا أنت ستجيب هذا الكلينيكال ستفتح فهم البيشن و ستجد منطقة المنطقة اللي انت المفروض تدور عن المكان اللي انت يدخل بالنيدل نحن المفروض ما نفروض نرى طريقة نحاول أن نضيق الخناق مثل ما نقول ونحاول أن نعرف المكان اللي انت يدخل بالنيدل كيف سنعرفها نرى طريق الاناتوميكال الاناتوميكال سنستعمل الاناتوميكال داخل الفم سيساعدنا أنها تعطينا البوردرز للمكان اللي نضرب ماهما الاناتوميكال أول لاندمارك مهم المهمة اللي هي الكونترالاتيرال 405 اللي هي هاي المنطقة الكونترالاتيرال 405 هي تطيق الاناتوميكال نستعمل كما نستعمل كما نستعمل كما نستعمل شيء ثاني سنستعمل هو إلتفاع إلتفاع نستعمل إلتفاع كالاند مارك كما نستعمل الدكتور زياد هذا المكان الذي أشر عليه الدكتور زياد هو عبارة عن عظمة حادة ستحسها عندما تضع إيدك بهذه الطريقة هذه العظمة اسمها وهو عبارة عن بروز عظمي كما نستعمل عندما نستعمل هذه العظمة سنبدأ نصعد إياها إلى حد نصل نوتش ماذا اسمه؟ ماذا اسمه؟ ماذا اسمه؟ ماذا اسمه؟ عبارة عن منطقة في الانتيرير بوردر والريموس نعرف أنه عظمة مكونة للماندبل فالانتيرير بوردر اللي هو الجزء الأمامي من الريموس هو اللي يحتوي على الكورونايد نوتش لما نصل الكورونايد نوتش خلص، راح تحس إيدك صغيرها كاتشا راح تعليق بهذا الدبريشن فلما تعليق إيدك بهذا الدبريشن لاحظوا يا ماذا سيحدث راح تلقى أنه صبعك إذا تقسمه بالنص راح يقشر لك علشانه على مكان فهذا المكان هو اللي نستعمله ندخل بالنيدل نعطي الأهم لاندمرك الأهم لاندمرك هو هذا اللي يمقشر عليه الدكتور زياد هذا اسمه التريغوماندبل رافع التريغوماندبل رافع يشد بالتريغويد هاملوس وينزل لجوه إلى حد بالبوستيرير اند من المايلوهايويد لينجوالي فهذا هو التريغوماندبل الرافع ما مهمتنا بالتريغوماندبل الرافع؟ مهمتنا أن نضرب دائماً للتريغوماندبل الرافع يعني ما لدينا هنا؟ لدينا هنا جهة الميديل وهذا الرافع نحن المفروض لا نضرب هنا هذه المنطقة خطأ أننا نضرب بها لازم نضرب لاتيرال للرافع إذا نقول هذا هو الرافع نحن نضرب لاتيرال لي وما مؤشر الدكتور زياد هنا تمام فما مؤشر الرافع نحن دائما نضرب لاتيرال إليه ما نضرب ميديل مثل ما مؤشر الدكتور هنا لا طبعاً الرافع يتطيئة متى التومسل اللي هو المسيتر اللي هو مؤشر عليها الدكتور هنا واللي هي ميديلي اللي هي ميديلي فنحن دائما نضرب بالباكسينيتر فان شنو لازم نضرب لازم نضرب لاتيرال للرافع ما نضرب ميديل إليه يعني عرفنا إننا ما نفوت الرافع فنجي هسا نطبق اللي قلنا أولاً نجيب النيدل نحطها كونتر لاتيرال بريمودر ستططينا الدائريكشن نحن وان سندخل النيدل سوينا حطينا صبعنا على الكرونويد نوتش وانجينا الرافع ونضرب لاتيرال إليه بهذا البوزيشن وبهذا المكان ندخل النيدل تقريباً ثلثين أو إنه يبقى منها ربع شو ستحس أول ما تدخل النيدل ستحس إنه أكو بون كونتاكت بعد الثلثين إن النيدل بعد ما تدخل تحس إنكت ضربت مثل الحائط أو شيء يوقف النيدل لما تحصل إلى هذه المرحلة انت مفوض شو تفعل مفوض تفعل طبعاً أسباريشن بعد ما تفعل أسباريشن وتلقى إنه نجاتف أسباريشن يعني ماكو بليدنج يطلع لك بالكربولة المفوض توخر النيدل شوية لماذا؟ لأننا لما ضربنا البورن ضربنا البرىستيوم والبرىستيوم يحس فإذا أنت ضربت النيدل فإذا أنت بدأت تفعل إنجكشن وإنت كانت يمنى البرىستيوم سيسبب الماء ستتوخر قليلاً تبعد قليلاً على البرىستيوم وتبدأ تنطي بعد ما تطلع فيها مثل ما قلنا أنكت تتوخر النيدل نص المسافة التي تدخلها وتبدأ تنطي مرة ثانية لماذا؟ حتى نطي النيدل بعدين تطلع النيدل طبعاً مثل ما قلنا أنه يغذي البوكال تيشيو من الأية لعند السيكس فإذا نريد نسوي الموضوع سهل جداً القانون يقول أن أنت تضرب يعني تشوف آخر سن عندك طبعاً السن اللي عندها هي كانت السن تشوف الدستل إلى الثالث قصب هذا الدستلي أنت تضرب دستل إليه يعني هذا المكان هو هذا المكان هو اللي تضرب به فهذا المكان اللي أنت تخدر به اللونج باكال نرف اللي هو الدستل إلى الثالث قصب عندك بالسن مو مثل هذا المكان هذا هو المكان وتكون النيدل طبعاً موازية للقصب يعني موازية للقصب طبعاً الدكتور زياد ذكر أن 3 ربعة لأبرى المفروض نحطها بالإنفيرير والربع الباقي هو النطي بالإنفيرير الآن هكذا ضمننا نحن خدرنا اللاورتيث كلهم باكالي ولينجواليو نستطيع نعمل عليهم нас juntتك جميع الظرف نعم خدرنا الكثير من الجسم نعم جميع الظرف باب نعم نعم